بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدا الله أكبر الله أكبر بسم الله النهاردة هنتكلم عن مدد ربنا سبحانه وتعالى عن عجيب فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذه الأرض هنتكلم على ذكرى من الدهب هنتكلم على خمسين سنة عايشين في نعمة هنتكلم النهاردة عن مدد الله في نصر أكتوبر نصر أكتوبر يا سادة مدد رد فينا الروح وجعلنا نتيقن أن الله سبحانه وتعالى لنا ناصر وسند ده لما دؤنا حلاوة معنى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لازم نتكلم النهاردة ونقف شوية عند نصر أكتوبر مش عشان إحنا بس مصريين عشان إحنا كمان مؤمنين لأن في الحقيقة كل ما بتيجي ذكرى النصر أكتوبر بتجينا عبادة بديعة يجب أن احنا لن نخفلها وهو شكر الله على النصر نصر أكتوبر بيجينا وإحنا لازم نتأمل في آيات الله آيات النصر المليئة بحب الله سبحانه وتعالى وحفظه لأهل المحروسة الحقيقة ما كانش نصر لله سبحانه وتعالى في أكتوبر ولازم نقول نصر لله في أكتوبر ما كانش نصر لله سبحانه وتعالى لنا في أكتوبر غير عشان يبقى في مصر يوم كده لازم نسميه يوم من أيام الله وساعتها تبقى كل ما تجي أكتوبر يبقى لازم نكون من أهل الذكر ذكر إيه؟ وذكرهم بأيام الله إزاي دايما يكونش يوم من أيام الله وإحنا كل اللي احنا عملنا ده كان مغموس في وصل الله ونعم الله فيبقى عندنا كل يوم وصل هو يوم نصر وكل يوم نصر هو يوم وصل لأن نعمة النصر نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن يده سبحانه وتعالى الحافظة والحانية والمنعمة فوق أيدينا وعشان كده شكر الحقيقي لهذا النصر وشكر الحقيقي لهذه النعمة هو أن احنا نعيش باليقين والأمل وحسن العمل في كل أجزاء حياتنا احنا النهاردة أنا عن نفسي لما بيجي يوم نصر الأكتوبر ده أنا معرفش ليه أنا وكأنه متذكر كل الأحداث دي عارفين ليه؟ لأن نصر الأكتوبر ده مليء بالمعاني الحسنة لأنه فعلا مغموس في نعمة ربنا سمى النعمة دي إحدى الحسنيين يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفنا أن النعمة دي نعمة نور وبركة وعشان كان ده نصر الأكتوبر ده مش بس معنى من معاني الفرح لكن معنى من معاني الفتح والبركة مليء بمعاني كتير من معاني التسكية ولذلك لما بنقف مع نصر الأكتوبر احنا بنقف عشان نعمد ربنا احنا مش بنقف عشان نفتخر ويبقى عندنا في شيء لا احنا بنقف عند نصر الأكتوبر لأنه معلم معلم لنا يجعلنا نعيش بقيم مهمة أنا عندي مهمة حاجة مهمة جدا جدا بسميها سوداسية قيم أكتوبر في خلية شهد الانتصار مش احنا عندنا خلية النحلة السوداسية عندنا ست قيم بتعلمها لنا أكتوبر فاحنا لازم نوقف مع أكتوبر كده ونسميه أكتوبر نصر أكتوبر المعلم أول حاجة بيعلمها لنا نصر أكتوبر وما يخلناش ننسى ده أبدا قدسية الأرض إن الأرض مقدسة مصر دي هي الأرض الذي تجلى عليها الله فمصر أرض التجلي هذه الأرض محل نظر الله سبحانه وتعالى فهو نظر إلينا بالجلال فلا يستطيع أحد أن يتعدى هذه البلد فيها جلال مهما حصل وعلى فكرة لازم تربطه هو كل معتدي ليه كان بينكسر عند مصر لأن كل ما ييجي يجد جلال الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة فأهل الذوق بيقولوا إيه إن الجبل داب من شديد جمال الله سبحانه وتعالى الذي نظر به إلى هذه الأرض فهذه الأرض مليئة بالنور والحصل ولذلك كثير من الناس بيذهب إلى إن قوله وتعالى وهذا البلد الأمين إن دي بعضهم يفسر على أنها مصر تاني حاجة بقى إن نصر أكتوبر عندنا كان مخلوط بحاجة كده منورة أنا دايما ما بشوفش دماء الشهداء على إنه هو لون أحمر بس أنا بشوفه لون منور ولذلك تاني قيمة هي الشهود الحضاري إن ساعة من النصر يمتزج بالشهادة ده عشان أهل لهذا النصر يتعلموا معنى مهم جدا وهو معنى الشهود الحضاري إنهم يكونوا شهداء بهذا النصر على من بعدهم فيكون النصر ده عبارة عن شهود حضاري فيفتح الباب لشهادة حضارية ويمكن ده اللي مخلّى النصر ده ناس كتيرة ما زالت حتى الآن بتتعلم منه بتتعلم إيه؟ مهما كان الظرف اللي أنت فيه ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك فإذا شهدت الله أصبحت شاهدا على الناس ولذلك ما فيش حد ممكن يجي يقول أنا عاجز ومش قادر لأن النصر الأكتوبر جلنا وإحنا في عاجز وجلنا وإحنا خارجين من أزمة لكن النصر الأكتوبر علمنا أن الله سبحانه وتعالى إذا نصرنا فلا غالب لنا فالنصر عطية من الله يفتح لنا أبواب التقدم والرقي وعشان كده كالنصر الأكتوبر بيعلمنا حاجة مهمة جدا أن الأبواب مفتوحة إذا كنا على يقين من مدد الله القيمة التالتة اللي عندنا من النصر الأكتوبر من خلية شهد الانتصار حاجة مهمة جدا 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 وهي جندية المواطن هذه قيمة عجيبة وكأنها صناعة مصرية مسئلة جندية المواطن لأن المصريين بطبعهم مكافحين والمكافح يا سيدي قلبه منور منور بإيه بالرضا ولزيك أنا دايما بقول أهل مصر بيناموا وبيكملوا عشاهم رضا ففي أكتوبر تماسك المجتمع تماسك عجيب تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليكم أرض مصر فاتخذوا منها جندا كسيفة مش المقصود بس الجنود فيه من هو على الجبهة فقط بل كمان فيه جنود جوه الوطن وده اللي احنا عايزين نكرسه فينا دلوقتي إن هذا الشعب العجيب فيه سر عجيب إن ده شعب إيه الشعب ده شعب جيشه هو شعبه وشعبه هو جيشه هذا الشعب وهو ده اللي خلاه فيه رباط إلى يوم الدين عمر ما الجيش بتاع الشعب ده كان مرتزق كان من أهله ولزيك إيه اللي حاصل هو في رباط إلى يوم الدين رابع قيمة كانت عندنا هو العيش المشترك يعني إيه عايش المشترك وكأننا بنشوف في أكتوبر تطبيق عملي لوثيقة المدينة فأكتوبر عمل عايش المشترك ما فيش فرق ما بين مصري ومصري كل المصريين لهم ما لنا وعليهم ما علينا فكلنا كنا واحد كنا واحدة واحدة مسلم ومسيحي واستمر ده حتى بعد الانتصار فاحتفل المصريين في كل الأوقات بالمناسبات الدينية فما كانش فيهم فرق ما بين مسيح ومسلم والدماء كلها كان دماء شهداء وعشان كده إحنا بنقول ببساطة خالص إن المصريين عندهم قيمة إسمها قيمة العيش المشترك جعلها قيمة أساسية من قيم هذا الوطن ويجب أن تكون قيمة أساسية لكل مؤمن هي قيمة العيش المشترك ما فيش تمييز ما فيش تمييز عند المصريين كل المصريين سواسية القيمة الخامسة وهي قيمة مهمة جدا قيمة الإبداع والابتكار أكتوبر علمنا إن الإبداع والابتكار قيمة أساسية من قيم أهل الدين وأهل العيش في مصر ليه طيب وكأننا منطبق بقى كلاء ما فعلوا سيدنا بلال وما فعلوا الصحابة عندما جمعوا القرآن كله إبداع وابتكار ففي غزة وبدر مثلا سيدنا الحباب ابن المنذر فكر بإبداع وأشار على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ينزلوا عن دماء بدر فيشربوا فيمتنع الناس وده اللي حصل كمان في حرب أكتوبر وكأن حرب أكتوبر أشم فيها رائحة مدد الله بالإلهام اللي حصل في جهاز وبدر لأنهم في بدر ذهبوا إلى الماء ونفس ده تحقق في نصر أكتوبر لما كان أول خطوة من خطوات النصر إن احنا نفكر في المياه لما اخترع الرواق أركان حرب ومهندس باقي زكي يوسف العبقاري الحيلة العسكرية اللي أسقطت خط الوهم خط بالريف زي ما برضو كانوا في بدر كانوا جايين وجايبين معهم الخمر ويعملوا الاحتفالات لأنهم متيقنين أنهم مش هيهزموا كمان بالابتكار والإبداع ننا مدد الله بالإلهام ولذلك سقط الوهم مع سقوط خط بالريف آخر بقى ضلع في خليط قيم أكتوبر قيم ناصر الأكتوبر اللي هو بتعمل شهد خلية شهد الانتصار اجتماع الإرادة مع الإرادة ناصر أكتوبر علمنا أن الإرادة لابد أن هي تكون مشفوعة بالإدارة فأبطلنا أرادوا النصر وأحسنوا التخطيط له وهذا مصدق قولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات فالعمل إرادة فالعمل إدارة والنية إرادة وكمان نرتبط فكرة النصر بالشباب نصرته بالشباب وكأن النصر بيجدد شباب الأمة بيجدد شباب مصر وده اللي حصل في أكتوبر فربنا جدد علينا الأمل بعد يأس حرب أكتوبر أيقونة وستظل أيقونة لاجب مش إنها ما تغيبش عن أزال المصريين يجب إنها يتربى بها المصريين يتأسس بها المصريين يتعلم منها المصريين إن الله سبحانه وتعالى إذا علم فينا خيرا أخرج أحسن ما فينا وده اللي حصل فاجتمع الناس عن حسن الخلق في أكتوبر وأصبح الناس فيه ناس بيتقاتل على الجبهة وفيه ناس بتحفظ المجتمع داخل الوطن وكأننا توحدنا على الهدف إن احنا نمنع الرزائل جميل أول نصر اللي بيعلم الناس الأدب ويعلم الناس الأخلاق وكان تحرير الأرض جزء من حب الله ورسوله فلا نذل ولا نعان من أحد لأننا عبيد الأحد نحن لا نذل من أحد نحن عبيد الأحد ولذلك كان الهتف الله أكبر نصر أكتوبر لابد إنه يتحول إلى برامج تربية شوفوا قد قضية ضبط النفس اللي حصلت قبل الحرب حاجة كده شبه اللي حصل بعد غزة أحد لما بدأ المشركين ينادوا على رسول الله ورسول الله بيؤمرهم بضبط النفس أفي القوم المحمدون هكذا فرسول الله يؤمرهم بضبط النفس بغاية ما وصلنا إلى مسألة الهوية فرد سيدنا عمر فكان الرد عشان نحافظ على الهوية كمان لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم مسقلون بالجراح آه المصريين كمان خرجوا وهم مسقلون بالجراح العزيمة في 67 بس ما عدوش رسول الله خرج بيهم كمان عند أحمراء الأسد عشان يعرفوا إن الثبات مالوش دعو بالجراح لكن ليه دعوة باليقين من مدد الله سبحانه وتعالى ونشوف البطولة في بناء الشخصية وزي باتبانت الشخصية وكان أكتر حاجة تبانت في الشخصية أنوار اليقين بالله سبحانه وتعالى يا سادة احنا هنا مش بنتكلم عن اليوبيل الذهبي احنا متكلم على حاجة بتخرج معه دهن الذهب من المصريين بل من المؤمنين كده شاهد شاهد لابد إن احنا نتعلم إن احنا كل يوم في الصبح والمساء ندوق من حلوته احنا عايشين في الأمان وفي الخير ده بسر هذا المدد الرباني اللي سمي ناس طلاحا ناصر أكتوبر يا سادة نجعل نفضل معاكم بعد الفاصل نكمل كمان زوق حلاوة ناصر أكتوبر وازاي هو ممكن يجدد فينا حياتنا ونفضل فيه في نعمة ربنا كل ده نكمله ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم من الفاصل في الحلقة اللي احنا عملنا وجعلناها حلقة خاصة عشان بالراحة كده ندوق نعمة ربنا يا سادة نعم ربنا مكتوبة على كل نعمة فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه نعمة عجيبة أنا واحد من الناس لما بتذكر نعمة ربنا علينا وأتذكر أن أنا عايش في نعمة ربنا أنه هو أنعم علينا بنعمة انتصار أكتوبر أنا ببقى حاسس أن أنا شخص حر شخص برفل في نعم الله سبحانه وتعالى وعشان كده النهاردة احنا جايين عشان مش بس نفتكر لا احنا جايين نفكر وأنا ابتكر ونقرر أن احنا يبقى عندنا مقرر يبقى عندنا مقرر دراسي نتعود فيه ونتربى فيه على ايه؟ على تحويل النعم إلى حياة إلى استثمار النعم وإحنا النهاردة بنعيش في ذكرى انتصار أكتوبر هنجد إن فيه تشابه كبير مثلا ما نقعد عشان الناس بعض الناس اللي هما ما عندهمش قلب والله ما عندهم قلب بتحس كده إن هما عايزين يطفوا النعم في قلوب الناس احنا بقى بنرى إن من فضل ربنا إن احنا نعظم نعم الله لأنه من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لما بتأمل كده ايه الخط الناظم مع ما حدث للمعلم الأعظم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألاقي كده إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزة الخندق اللي مع النصر العظيم ده لما نشوف الخط الناظم نجد إن الصحابة كانوا بيحفروا في الخندق فإيه اللي حصل حصل إن حصل وفت قدامه الصخرة كبيرة في الطريق مش عارفين يكسروها فراحوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرة النبي الله أكبر ويطلب ويدرب الصخر فتنكسر الصخر ويكرر حضرة النبي فيقول يفتح ويفتح ويفتح وفي كل مرة بيقول الله أكبر ويدرب فيأتي نصر الله مش بس كده ده يبص الأمل في نفس الصحابة إنهم هينصروا وربنا يفتح عليهم البلاد الشام وبلاد فارس ومصرم محاصرين من قبل الأعداء شوف قد إيه كانت الله أكبر في قلوب المصريين كانت بتبث الأمل هو نفس الأمل اللي هو أمل إيه إن الله أكبر من السخور أكبر من تغيان القوى التي تحاول بقدر الإمكان إنها تقتل فيك اليقين من الله إحنا مازلنا حتى الآن بنتعلم الدرس من أكتوبر إحنا برضو بنقول الله أكبر دلوقتي وهتفضل ويفضل مدد أكتوبر لغاية دلوقتي ونقول الله أكبر ومشهين من أي قوى لأن إحنا مؤمنين إن الله سبحانه وتعالى مع كل نصر بيعطي مدد يرى جماله من كان له بصيرة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور فإحنا فيه نور مستمر في قلوبنا وفيه قين ربنا كتب النصر على أهل مصر عشان ما ينسوش ده خالص عشان لما يتحطم خط بالريف اللي كانوا متصورين إنه هو هيصمد قدام ضربات الرجال لأ تكبيرات الرجال قضت على هذا الخط وتكبيرات الرجال في البلد دي هتفضل كل ما يعملوا حاجة وينتصره هيفضل تهلم أي سخور وأي أزى وأي خطر ممكن يوصل له أنا بتخيل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كتير من الناس قالت إنه في أكتوبر هما كانوا كأنهم حاضر معهم حضرة النبي وبيكبر معه زي ما كتير من العلماء قالوا كده إنهما شافوا كده شافوا كده علماء قالوا إنهما شافوا هذا التكبير يبقى لازم نفهم إن الحرب في الإسلام والمنع حرب أكتوبر على فكرة الحروب في هذا الدين هي ليست حروب تعدي وكان لنا الشرف إن حرب حربنا في أكتوبر كان محافظة على قيم الإسلام حربنا في أكتوبر ما كانتش حرب تعدي وكأننا بتقدمنا النموذج الصحيح في الحروب كانت حرب حرب إيه؟ استرداد للأرض حرب إيه؟ حرب حفاظ حرب فقط لكي نستطيع إن الرد التعدي إحنا نتعدناش على حد بس إحنا استردنا استردنا إيه بقى؟ استردنا الحياة ولذلك عندنا في الشريعة أنا بحب أقول إن إحنا عندنا خمس مجالات للحياة خمس مجالات للحياة عندنا مجال النفس ومجال العقل ومجال الدين ومجال العرض والكرامة ومجال المال أو حرب أكتوبر دي بقى حفظت على الحياة عند أهر مصر يعني إيه حفظت على الحياة عند أهر مصر؟ هنشوف المقاصد الخامسة دولا اسمهم المقاصد الخامسة حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين وحفظ العرض والكرامة وحفظ المال والملك حرب اكتوبر حفظت على ده تخيل كده لو احنا كده لو في عدو العدو ده دخل زي ما كده لو ان الناس في بدر دخلوا وعملوا ايه دخلوا مدينة منورة هيقتلوا في المسلمين وتخيلوا لو اني حرب اكتوبر ما كانتش موجودة ايه اللي كان هيحصل ده احنا يا راجل حسب الله ونعملوا كيف ده احنا يا راجل منتصرين وهم مصرين على انهم يتعدوا على دماغنا ولولا نسينا ارض مقدسة ويفضل فيها نصر الله سبحانه وتعالى ونفضل فيها ننتصر فننتصر فنحافظ على النفوس حتى ولا بدماء شهداءنا في سينة وهي بتقوم حتى الارهاب وتفضل سينة هي ارض النصر ويفضل سينة هي حصن اهل مصر لانها بلأ لانها ارض التجالي يا سيدة المسألة سهلة اكتوبر حافظ على دماء المصريين ولذلك رضي الله عنهم شهداءنا اللي حفظوا بدماءهم دماء الوطن ولذلك دايما نفتكر ان الشهداء ليسوا امواتا بل احياء بل احياء عند ربهم ورزقون ليه ليه لان في الحقيقة تعالوا نسمع بهواده كده لان في الحقيقة الشهيد ليه هو حي عند الله لان بشهادته كان سببا في احياء كل من عاش فالحمد لله ورضي الله عن شهدائنا رضي الله عن شهدائنا انجع لهم الله سببا في حياتنا فكان اكتوبر بشهادة الشهداء وبهذا النص حافظ على النفوس المصرية اما حافظ العقل بقى فما اقول لكش بقى يا سيدي حرب اكتوبر كانت قادرة على ان تعيد المفاهيم الى النصابة من اول ما ان التخطيط وادارة الازمة توصل الانسان الى الفرجة الى الفرج و الى النص وان الوعي اللي بث في نفوس المصريين وصلنا الى ان احنا نتخلص من كل اتفاقات الخبيثة وكأن رسول الله سيسلم برضو تخلص من كل اتفاقات الخبيثة اللي حصلت من بين اهل مكة وغيرهم لما ارادوا انهم يهجموا على المدينة ويقضوا عليها فالمصريين عملوا وعي وجعلوا الناس يؤمنوا يؤمنوا ايمانا يفكرون به يفكرون بفلسفة النصر ويفكرون بكل هذا فكان هناك الوعي فوقفنا قدام كل الخطط وكل التشوهات اللي كانت بتشوه عقول المصريين انتوا خلاص انتهيتوا انتوا خلاص ما بقولكمش وجود والمصريين يقولوا لا احنا قدرين قدرين نصنع بتخطيط وبمدد الله سبحانه وتعالى لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير ونزاك كان ونزاك كان الضرب الجوية رزق من الله سبحانه وتعالى ان تعمل لكل ده رزقكم كما يرزق الطير فرزقنا كما يرزق الطير عقل عقل خطط وعاش بمدد الله سبحانه وتعالى اما حفظ الدين فما قولكش بقى حفظ الدين كيف ان نصر اكتوبر حافظ على الدين ده ياما ناس استردوا يقنهم بالله وحبوا مدد الله وعاشوا ده اول حاجة اكتر كل اكتر الاشياء التي تغنينا بها كلها في حب الله بسم الله الله يعني لما بقولكم بسم الله الله و اكبر بسم الله كل الناس بتنتشي اه صحيح احنا قلنا ان الناس خططت والناس دبرت بس سبحان الله كل ده في الاخر كل الناس خدوه وحطوه لانه هو عطية من الله فاين اللي حصل فازداد ايمان المصريين انا في ابحاث عايزة اقوله لكم لو الناس درسوا درسوا بالابحاث دي في ابحاثنا منسوب التدين بعد نصر اكتوبر هيجدوا وناسا كثيرين تغيرت احوالهم مع الله سبحانه وتعالى هتجدوا مثلا انخفضت نسب الانتحار وانخفضت نسب كذا وسلم بقى على الروابط الدينية اللي حصلت وكأننا بنعيش نعم في مجتمع المدينة لما حصل هذا الاتصال وهذا الامتزاج العكيب ما بين كل المواطنين فعاشوا في نعمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا لما امتزجت الدماء فحفظنا على الدين بمعنى ان الدين بقى بوسيقة اهل المدينة ان كلنا اهل وكلنا ناس مفيش حد فينا بيفرق ما بينهم وما بين التاني بالديانة نيجي بقى الحفظ العرض يا ها حفظوا العرض ده بقى اللي علمنا ان الارض عرض فما حدش يفرط في العرض فلو نجح فلو نجح الجيش ده لو تعالوا نطبق يعني ازاي بنتعلم ان النصر بيخلي الارض بيخلي الارض زي العرض لو الناس مثلا في غزة باتر كان داخل المدينة كانوا عاملوا ايه هيسبوا ويستعبدوا النساء والرجال فالزيك وقف كل اهل المدينة يدفع عن اعراضهم وارضهم وكذلك وقف اهل مصر كلهم عشان يدفع عن ارضهم وارضهم بدموهم الغالي عشان يحافظوا على امهاتهم واخوتهم وزوجاتهم واولادهم من زول الاحتلال والهزيم الله يرضى عنكم كل اعزة احنا حصين بيها ده ربنا سبحانه وتعالى اكتبها في ميزان حسناتكم ليه طيب لاني انتوا كل اللي عملتوا ده انا بقول الكلام ده الكل اللي شاركوا في ناصر اكتوبر انا بقول مش بس القوات المسلحة بس هو كمان الشعب المبارك اللي كمان شارك في ده ناصر اكتوبر مش ناصر قوات مسلحة بس رضي الله عنهم وجزاهم الله عننا خيرا لكن ده ناصر شعب كله ولازم نعترف في ده اما حفظ المال صحيح بيقولوا ان في حاجة اسمها اقتصادات الحرب بس كل الناس عارفين مهما بزلت في الحرب لو استردت ارضك انت استردت مواردك وتعالوا نشوف كده لو اني جيوش المشكلة مثلا احتلت لمدينة كان ايه لا يحصل كان اخدوا كل ما فيها من خيرات وانتو عارفين كويس او او ليه مصر طول الوقت بيحاولوا يخلوها دايما تحت زل الاحتلال عشان هي عندها من الخيرات يكفي من خيراتها كمان ما فيها من موارد ما فيها من كل العطايا اللي اعطاها ربنا سبحانه وتعالى ليه احنا يا سادة لما بنقول ان النصر اكتوبر حافظ على حياتنا فاحنا لازم نقول ان النصر اكتوبر لازم ينتقل فيه من حياة النصر الى نصر الحياة لازم يبقى عندنا في حاجة اسمها ازاي نعيش بالنصر ده ومش هنقدر نعيش بده غير لما نخرج من فلسفة بس الحروب الى فلسفة ماذا الى فلسفة المحاريب الكثيرة ان مصر فيها محاريب كتيرة ممكن ننتصر فيها لكن النصر كمان بيحصل المداومة فيه لمن داومة على بناء الاوطان النصر يا سادة هو مغزول في جهاد اسمه جهاد المعتدي لكن اكتر حد ممكن يعتدي عليك هي نفسك وعشان كده احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا عدنا من نصر اكتوبر واحنا منتصلين من الجهاد الاصغر ومعنا نصر فتعالوا ندخل الى الجهاد الاكبر جهاد التعمير وجهاد الاخلاق وجهاد بناء الانسان وعشان كده النصر له النصر زي ما قلنا سوداسية القيم اللي احنا قلناها سوداسية القيم من اول قدسية الارض مرورا بكمان بالشهود الحضاري وجندية المواطن والعيش المشترك والابداع والابتكار وصولا الى مسألة اجتماع الارادة والادارة كل دي قيم لازم تتحول الى براء برامج للتربية لازم يبقى عندنا مقرر نعلمه لأولادنا اسمه التأهيل بقيم النصر لازم نربع أولادنا على التأهيل بقيم النصر فعلى السبيل المثال نربع أولادنا على القيمة تعلمناها من حرب اكتوبر وشكلت معاني تخلصنا من معاني الفاسدة تعالوا نشوف قدسية الارض تخلصنا من ايه لازم يبقى عندنا برنامج بيعلم أولادنا قدسية الارض فيعلمنا قدسية الارض نفع نتعلم منه ايه نتعلم منه حاجة مهمة قوي ان الارض مش بتكون بما تعطينا ولكن الارض بتكون بما نعيش فيها من نعم الله سبحانه وتعالى يبقى محدش فينا يقول احنا والله احنا في ضيق ولا في سعة الضيق والسعة هتكون لما تكون انت من اهل اليقين وتتحول ونحول اولادنا ان البطل هو الذي يصنع التغيير في وطنه او ابطال اكتوبر بقى ابطال عشان صنعوا التغيير مرضوش بالمهانة وعشان كده يبقى البطل هيكون بطل بالتميز ونخرج من فلسفة الصراع الى فلسفة القيمة المضافة ان كل واحد فينا يبقى بطل لما يبقى قيمة مضافة في وطن وعشان كده لازم نعلم اولادنا ان الارض لقدسيتها وجلالها هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله رب سبحانه وتعالى لما اعطاك هذه الارض فانت لازم تحسن الى الله فان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنوا وهنا يبقى فيه حاسبها البطولة ويبقى البطولة هنا معنى انساني مش معنى عدواني البطولة انسانية يبقى البطولة فيها معاني جميلة رقية بنحفظ فيها على كرامة الانسان ولقد كرمنا بني ادم يبقى هنا لازم نعرف اني البطولة هنا ان انت تعمل قيمة مضافة في وطنك ويا سلامنا البطولة بقى بيبقى معنى مغزول من قيمة انسانية كتيرة زي الرجولة والمروءة والبزل وحفظ النعمة والعيش المشترك والاتقان وكمان الانتاج ودوام التعمير يا سلامنا وحبينا كمان نعلم اولادنا كمان ونأسسهم على قيمة الشهود الحضاري يا سلام احنا محتاجين الشهود الحضاري او ده اني الانسان لابد ان هو يبزل يبزل لكي يرى يرى ايه يرى شاهدا على الناس بانه استثمر نعمة الله فيأتي شهيدا فيشهد على الناس بانه قدم روحه وقدم كل ما يبزل عشان يستمر عمران الانسان احنا محتاجين نعلم اولادنا معنى الشهود الحضاري انهم يشاهدوا ما في الكون من تقدم وكذلك يشاهدوا بان يبتكروا ويبدعوا عايزين اولادنا يتعلموا ده يتعلموا في مقرر التربية بنصر اكتوبر الشهود الحضاري كيف يكونوا شهداء على الناس فنربي اولادنا على اولوية زي اولويات كتيرة ان هم يكونوا مبدعين مبتكرين فنعلمهم ان اكتوبر بيعلموا الابدع والابتكار ونعلمهم كمان انهم يبقى عندهم جندية المواطن بزعل اولي انا كتير اوي هل واحد مرة سألني هل هي مولانا في حاجة اسمها الغيبة والنميمة الوطنية اه في حاجة اسمها الغيبة والنميمة الوطنية وفيه بغتان الوطن يعني ايه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله ان هو لما كانش فيه فقط اختبته وان كان فيه فقد بهدته الناس بيكلموا عن الوطن وهم مش حسين ان هم جنود بيحصنوا الوطن من الداخل ويسمعوا الشائعات ويسمعوا الكلام دولة دولة مش جنود اللي يقبل اي كلام على هذه البلد بيفقد معنى جندية المواطن انت لازم تبقى جندي جندي يعني ايه تحافظ على نفوس الناس لربما اشاعة روّكتها تضيع عمر احد او تضيع كرامة احد او تضيع دين احد او تفسد عقل احد او تضيع اموال هذا الوطن فلازم نتعلم ان اولادنا يتعلموا ان هم جنود يعني ايه جنود مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش احنا بنحب التديون مش احنا بنحب ربنا مش احنا بننتبع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا منهم جندا كسيفة لو عا cagesت تكون من الذين نلهم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون جندي جندي حصا هذا الوطن من البهتان وحصن هذا الوطن من الغيبة أنا ما بفهمش أنا أنا أتكلم عن عمر ردين ما بفهمش إن حد يتكلم عن مصر وما غيرش عليها علموا أولدكم إنهم يغيروا على البلد فيكونوا جنود لما يغيروا على البلد فعلاً هيكونوا جنود فما يقبلوش إن حد يتكلم كلام قبيح عن البلد دي إيه يعني إن إحنا إمكانياتنا بنحاول ننميها بس ما حدش تكلم عنينا أنا بغير عليها كمان لازم يعلم أولادنا كمان العيش المشترك إن التنوع عندنا زي بالظبط خيوط الحبل المتعددة بتخلي الحبل أكثر تماسكاً وهو ده معنى الرباط الرباط حبل اللوه المتين اللي جيه من التنوع أركان الشخصية المصرية وأعمدة الشخصية المصرية هي اللي خلتها بهذا التماسك ومهما يتكلموا عن الناس تعالوا نتكلم عن مواطنة إحنا مخلصين مواطنة من زمان إحنا دروس مواطنة اتعلمناها في مصر من زمان ولازم نرب أولادنا كمان على الإبداع والابتكار ورب أولادنا على إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بإنه رزقه عقل يدرك ويحلل ويخطط ويبتكر وعشان أقولنا تسمر ثمارة حقيقية بتنفع نفسها واللي حواليها محتاجين إن احنا ندوم على التعلم يبقى لازم نعلم أولادنا التعلم المستمر الفكرة العبقرية اللي جابها اللي هو أركان حرب باقي زاكي يوسف فكرة شافها برا وجابها لازم نتعلم أولادنا إن العلم ده بيصنع المخارج فمش كون إن احنا بنطلع على معلومات كثيرة على السوشيال ميديا نبقى كده إحنا أصحابها لكن لازم نتعلم ونضيف والعلم منهج وأصول والعلم أمانة فلازم نتعلم إن العلم أمانة ولازم نستثمره عشان نحافظ على الأمانة دي ونعلم أولادنا كمان مع الإبداع والابتكار نعلمهم كمان إن إرادة لابد تجتمع مع الإدارة فالرب أولادنا على إننا لابد لما نتعلم دينا ونفهم عنه ونسأل مسألة في المسائل لازم نرجع بها لأهل الاختصاص عشان نقدر ندير ونقدر نفهم فهم ما صحيح والرب أولادنا على قيم الرجولة الحقيقية أحسن حاجة ممكن نعلمها لأولادنا من أكتوبر إن الرجولة مش بالسطل عالي والسيطرة وفرد الدراع الرجولة هي المروقة اللي صاحبها لا يقبل الأذى للناس ولا يقبل الأذى لنفسه وبيكون سريع النجدة والإسعاف للناس ولو بكلمة طيبة يجبر بها الخاطر الحفظ اللي حققوا نص الأكتوبر للممتلكات العامة والخاصة أمر جليل يخلي أولادنا يقدروا نعمة يقدروا قيمة النعمة في حياتهم فيتعلموا يسنوها ويتعلموا يستثمروها بما يجعلهم في سعة ويمكنهم من المشاركة في دعم المجتمع وبازنه تعالوا ندعي يا رب على الدوام أعد علينا نصر أكتوبر وإحنا منتصرين على كل تحدياتنا منتصرين على كل الشروخ المجتمعية اللي أحدثها الأشرار وإحنا متماسكين مقبلين على الله متيقنين بأن مدد الله سبحانه وتعالى مشا انقطعا أهل مصر وإن مصر المحروسة هتفرم هتفضل محروسة بيقين أهلها اللي هو متيقن من أن مدد الله لا انقطعا أرض تجلى عليها مولانا يا رب دخلنا في حماك فاجعلنا على الدوام من أهل رضاك واجعل أرضنا أرض نصر على الدوام اجعل يا ربنا مصر أرض نصر واجعلها على الدوام تحيا بالعمل مع دوام البشر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نعيمنا بنعمك على الدوام واجعلنا يا ربنا من أهل استثمار نعمك حتى نكون من الشاكرين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا